معنا الأستاذ عادل أيوة سلام عليكم بالنسبة لعقوبة المنافق الغيش وخلف الوعد والكيز بعقوبة وقف في الدنيا والآخرة يعني حتى لو عاشت في الدنيا مصطور وكويس وكسبان طب ايه عقوبته في الآخرة فعايزون نعرف يعني طب ما تسألني سؤال لان انت كده ايه اللي حاصل بتبعت رسالة مبطنة لحد معين طب ما تسألني سؤال تقول لي ايه حكم اللي عمل كذا 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 لاني ده سؤال عام بلا شك ان انت عارف ان الظلم ظلمات يوم القيام وان الغش دوت ليس منا من غشانا من غشانا فليس منا فين السؤال بقى هو السؤال فعلا ان احنا تعرضنا فعلا للغش وكسب وخداع وخلف الوعد وتغتب عليه زواج طبعا احنا معذبين فارد تعرف يعني ان اهي العقوبة اللي حيتعرض هو لها اللي هو المنافق والكذاب اللي خلف الوعد خلف الوعد في ايه خلف الوعد في ايه حي raison فضل خلف الوعد في ايه خلف الوعد في ام بنته كانت تعرضت لحد سوية غيره فاصرت عليها اصرت عليها فخليتها مريضة زهنيا مثلا نعم مريضة نفسيا او مريضة زهنيا زهنيا معكم زهنيا بالنسبة 50% والأعاقة البدنية ما بتخدمش نفسها وكده وتم الكسب علينا وان هي اتعالجت وهي ما اتعالجتش ووعدوا بالمساعدة وكده يعني انهم ما يساعدوها يعني مديا يعني ووعدوا بالمساعدة انهم ما يساعدوهم وخلفوا الوعد بلهم 11 سنة هي جوزتي ابني ففي أولاد ولا لا في أولاد ولا لا في أولاد ولا لا نعم في أولاد ولا لا؟ نجابه بنتين طيب ابنك عنده كم سنة؟ حاسس بها؟ ابن حضرتك عنده كم سنة؟ 32 سنة دلوقت يعني ابنك من الصغير؟ كان عنده 20 سنة يوم ما تجوزها ولكن هو ارتضب ده وهو بقاله انت حضرتك بتقول كم سنة؟ 11 سنة ومتمسك كمان حضرتك اخرج بقى من الموضوع حاضر ماشي اسمع ليه بقى تخرج من الموضوع؟ لان ابن حضرتك هو المتزوج فلما حضرتك تتدخل في الامر ده هو حصل تراضي خلاص بابن حضرتك ابن حضرتك قد يرى هذا من باب ماذا؟ لا يفرق مؤمنا مؤمنة اذا كره منها خلقا راضية منها الاخر ما جايز هو شايف انها اه لو هي كده صحيح معاقب بس هو شايف انها طيبة وشايف انها تحملها وعنده عاطفة وعنده شفقة وعنده محبة ليها ان هي والله عنده اولاد منها وهم قادرين يتعايشوا وقادرين يتفاعلوا من ده بس انت مش راضي لان انت شايف ان الجواز كان ما بين قسرتين وانت شايف ان انت ليك حق لو الحقيقة في الزواج الحق للأولاد مش للأباء والأمهات وعشان كده ابنك دلوقتي هو اللي من حقه يعمل كده فانا نصيحة لحضرتك اتحول الى المستشار لا تتحول الى شريك في الجواز انت مش شريك يعني ايه مش شريك؟ يعني انت بتشير على الأسرة ديت عشان الأسرة دي تفضل مرتاحة فانت بتدعمهم انت مش هترتاح ان احفادك يبقوا من غير أم او مش هترتاح ان احفادك يبقوا مع أمهم ومن غير أبوهم احسن احفادك يفضلوا في هذه الأسرة وخاصة ان انت ربيت ابن عنده خلق كريم بيتحمل زوجته فلازم تدعمه مش تكسره الشخص ده من حقه علينا ان احنا نقف جنبه وخاصة من أهله ابنك عمل سلوك طيب وربنا ان شاء الله يبرك له فدعم المسألة دي فنصحت لحضرتك كون عونا لولدك وان شاء الله ربنا سبحانه تعالى يكتب لك ثواب عظيم وكل ما ابنك يعمل حاجة صالحة في هذا الجواز ان شاء الله تكون شريكه فيها لأن تدل على الخير كفاعله فرأي ادعم ابن حضرتك وما تحاولش تخليه يترك زوجته لأنه رضب ده وحضرتك بتقول انه هو متمسك بيها ومش هيكون متمسك بيها إلا فيها صفات صالحة وفيها صفات حسن فان شاء الله ربنا سبحانه تعالى يكتب لهم السعادة والهنى وتكون انت من اللي بيدعمه هذه السعادة وتخليهم ان شاء الله يفتح لهم ابواب السعادة ان انت تكون راضي عنهم وتكون كمان مساعد لابنك في ده بدل ما هو يحس ان هو الوحد وما عندهش ظهر كون في ظهر ابنك وان شاء الله ربنا سبحانه تعالى يخليك تسعد بان انت ليك ابن عنده اخلاق كريمة